إلى ذلك دعا وزير الخارجية سامح شكري إلى ضرورة تضافر التحركات العربية والأوروبية للوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة وضرورة تحمل إسرائيل المسئولية القانونية عن الأوضاع الإنسانية في القطاع جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في اجتماع مشترك لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي مع عدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية لتباحث حول الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وكذا شكري خلال كلمته أن إسرائيل مستمرة منذ بدء الأزمة في الإمعان في تنفيذ سياساتها الممنهجة باستهداف المدنيين وأحكام الحصار وتجويع الفلسطينيين في غزة